موسيقى أهلاً ومرحباً بكم وأنا ألتقيكم في حلقة جديد برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي في هذه الحلقة سنتحدث عن خريجي الكليات وما يعانونه معاناة مئات الآلاف من خريجي الكليات ربما يزيد عددهم اليوم بعصباط السنة من الخراب والدمار أكثر من مليون ونصف مليون خريج خريج كلية يجلس على قارعة الطريق يجلسون على الأرصف بلا أمل في حياة جديدة الحقيقة قرأت قبل مدة عبارة كتبتها إحدى الخريجات وهي خريجة كلية الهندسة تخرجت من كلية الهندسة بتفوق وكانت الأولى ودخلت دراسة الماجستير وحصلت على شاهدة الماجستير وهي الأولى أيضاً كانت الأولى حاولت التعيين في دوائر الدولة تقدم يعني تستفيد من ثمرة هذه الدراسة من هذا التفوق من هذا الذكاء لم تستطع الحقيقة قالوا لها يعني هذا الموضوع يحتاج إلى أن تدفع مبالغ وصلت إلى 8000 دولار وارتفع المبلغ إلى 10,000 دولار 12,000 دولار عائلة فقيرة لا تستطيع أن تدفع كل هذا المبلغ لذلك كتبت هذه الجملة قالت بالنص التعيين بحاجة إلى واسطة وليس بحاجة إلى شهادة أو كفاءة والحقيقة هذه جملة مؤلمة جداً لأن هذه الخريجة ربما وصلت إلى قناة أن شهادتها بلا فائدة أن سنوات عمرها التي قضتها في الدراسة ذهبت أباءاً في بلد مثل العراق الحقيقة تقول حاولت أن أجد فرصة عمل فشلت فشل ذريع الآن أنا أعلق الشهادة وأراها كل يوم على الحائر وطلبت من أمي أن ترفع هذه الشهادة لكي لا أراها وصلت الحالة إلى أن تكره حتى الشهادة التي أخذتها هذا هو واقع العراق هناك خلل كبير خلل يبدأ من القبول المركزي خلل كبير لا يأخذ بنظر الاعتبار القبول المركزي حاجة فعلية لسوق العمل في العراق غياب الجانب التطبيقي العملي الذي يفترض أن لا يقل عن 50% وغياب الأساس في كل هذا غياب الدولة غياب التخطيط غياب خطط التنمية غياب فرص العمل الموجودة لكل هؤلاء الخريجين هناك للآن كليات تخرج اختصاصات معينة لا يحتاجها العراق ليست هناك دراسة فكر عقل يقف وراء إعادة النظر بما يحتاجها العراق لتطوير نفسه كي يقارن نفسه مع العالم كيف يمكننا التطور العراق ما هي الكفاءات المطلوبة ما هي الشهادات المطلوبة لا أحد يفكر في هذا مجرد كليات مجرد زيادة الجامعات مجرد زيادة الكليات وبالتالي ندفع إلى طوابير العاطلين مئات الآلاف سنويا ومن يعملون طبعا من هؤلاء من تسنح لهم فرصة من هؤلاء الخريجين فهم يدخلون في طوابير البطالة المقنعة لأن كل الوظائف وهذه بإحصائيات وباستبيانات وبدراسات دقيقة جداً تبين أن الموظف في العراق لا يعمل في اليوم أكثر من 6 إلى 8 دقائق يومياً من عمله فبالتالي أنت أمام حالة غريبة عجيبة هذه في ظل تواصل الحراك الاجتماعي للعراقيين من حامل الشهادات الجامعية تظاهراتهم يواجهون بالتنكيل والضرب والاعتقالات وربما حتى رقته في كثير من الأماكن ثورة تشرين انطلقت بعد أن قام مجموعة من الخريجين بالوقوف أمام أحدى الوزارات وواجهتهم بخراطين المياه الحارة وبإهانتهم وبضربهم وبالتالي انطلقت كل هؤلاء الذين خرجوا فيه تشرينهم مجموعة من الخريجين ومجموعة من طلاب المدارس ومطلاب الكليات يعرفون أنه استقبلهم مظلم ومجهول الحقيقة العراق يفتقر إلى التخطيط يفتقر إلى دولة خطط يفتقر إلى عقل ينظم العراق فوضى الحقيقة فوضى في كل شيء بلد يعتمد على النفط تأتي أموال النفطي تذهب إلى الفساد والخراب وبالتالي لا يريد ليس فيه أي نشاط زراعي وصناعي وأي نشاط تجاري آخر ممكن أن يستوعب كل هذا هذه الأعداد من الخريجين وماذا يحتاجهم في قراءة إحصائية واحدة ربما توفرت لي في عام 2015 يعني عام الدراسية 2014-2015 عدد الذين تخرجوا من الجامعات الحكومية والكليات الأهلية وهي التعليم المهني عددهم 1848 طالب وطالبة إذا ما أخذنا هذا الرقم طوال هذه السنوات سنصل إلى عدد يقترب من مليوني عراقي قد تخرجوا طوال هذه السنوات وهم على الأرصف الحقيقة هذه طبعا عدى المحافظات الشمالية البيلوس ليمانية ودهوك وعدى الموصر عدى نينوى لأن مدمر وجامعتها مدمر وقلابها توقفت دراستهم نسبة البطالة بين الخريجين الآن في الإحصائيات أكثر من 80% إلى 85% في كل سنة يعني سوق البطالة يستقبل أكثر من نصف مليون عاطل عن العمل الجديد نصف هذا العدد أو جزء كبير من هذا العدد من خريجي الكليات البلد يعني فيه من البطالة ما يفوق ما يفوق كل تصور الآن لا قيمة للدراسة لا قيمة للتعليم هناك مهندسين يعملون في غسل السيارات هناك أصحاب شهادات عليا مجستير ودكتوراه يعملون في وظائف مؤينة لهم صغيرة عند ناس أميين هكذا لكن المطلوب هو أن يعيش وأن يواجه كل هذا العذاب والكثير منهم يحاول الهرب من العراق مع الأسف الشديد يحاول الخروج من العراق ستستفيد من الدول الأخرى ولا يستفيد من أهله وشعبه وأرضه لا تستفيد منه هذه كارثة كبيرة الحقيقة هذا جزء من هذه المنظومة الخاربة من هذا الوضع الشاذ الذي يعيش العراق منذ عام 2003 لحد الآن تظاهرات تتصاعد في أوساط الخريجين يطالبون بوظائف لا أقول هناك دولة لكن هذه السلطات عاجزة توفر لهم الوظائف هذه الوظائف محجوزة للأحساب والقوى السياسية ويستعمل المال لأخذ الوظيفة هناك من يدفع لكي يأخذ الوظيفة هناك من يدفع 10 ألاف دولار و 12 ألف و 15 ألف دولار لكي يحصل على وظيفة ويسدد هذه الأموال لهم هكذا هو هل العراق حتى في هذه القضية مع الأسف الشديد الكل يعيش في حالة من اليأس وبالتالي هذا ينعكس على طبيعة تقبل العراقين للعلم طبيعة تعطيهم مع الجامعات طبيعة قبولهم بالدراسة طبيعة إيمانهم بدور العلم في تطوير البلد وتطوير أنفسهم وهم يرون أن هناك أميين الآن أصبحوا أثرياء ومليونيارية وهناك من يتحكم في سوق العمل وسوق التجارة وسوق كل شيء وهو لم يحصل على شهادة الابتدائية الحقيقة وهناك ميليشيات تستعمل السلاح بالسلاح تفرض الأتاوات على الناس ويعيش في أحسن مستوى وخريجي الكلية تعيشون في قهر وظلم ومرارة وفقر هذا واقع العراق مع الأسف الشديد وهذا واقع الخريجي الكليات في العراق مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله